إلى عالم الرياضة نتابع استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني لناشي كرة القدم اليوم على القائمة الأولية للاعبي المنتخب الذي يخوض حاليا معسكرا داخليا في العاصمة صنعاء استعداد لمنافسات نهاياتك السياسية المقرر قامتها في الهند خلال فترة من الخامس عشر من سبتمبر وحتى ثاني من أكتوبر القادمين وأوضح المدير الفني للمنتخب الوطني لناشيين المدرب الوطني من السنين أن القائمة الأولية ضمت تسعة وعشرين لاعبا اجتازوا التجارب الفنية والفحوصات الطبية الخاصة بتحديد الأعمار واشار إلى أن هؤلاء اللاعبين تم اختيارهم على مراحل من ضمن أكثر من مئة لاعب من مختلف محافظات الجمهورية اخذوا ثلاثة تجمعات أولية خلال شهر رمضان المبارك ثم معسكر داخلي في صنعاء بدأ عقب عيد الفطر المبارك بمشاركة ثمانة وثلاثين لاعبا واستمر حتى اليوم ليستقر الجهاز الفني على قائمة تسعة وعشرين لاعبا ويلعب منتخبنا الوطني لناشئين في نهاية كأس آسيا ضمن المجموعة الرابعة في مواجهة منتخبة أوزباكستان حامل اللقب وكوريا الشمالية وطايلاند أعلن مهاجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو أنه سيغيب عن المشاركة في مباراة كأس السوبة للأوروبية المقرر إقامتها يوم التاسع من أغسطس في النارويج أمام إشبيلية وذلك بسبب الإصابة التي يعاني منها في الركبة خلال المباراة النهائية في يورو 2016 وأوضح مهاجم ريال مدريد بأن الموسم الماضي كان الأهم في مسئلة رياضية من ناحية التتويج بالبطولات في إشارتين إلى فوزه مع الريال بدون الأبطال الأوروبي ومع البرتغال بأمام أوروبا للمرة الأولى في تاريخها وفيما يتعلق بإمكانيته بالفوز بجائزة الكرة الذهبية للمرة الرابعة في تاريخ هذا العام أشار الدون إلى أنه لا يركز على الأمر رغم أن البطولات التي فاز بها سواء مع الملك أو منتخب بلاده تجعله مؤهلا لحصدها توجه لبريتاني لويس هاملتون بلقب سباق جائزة المجر الكبرى ببطولة العالم للفورمولا والسيارات ودخل هاملتون حامل اللقب في الموسمين الماضيين سباق بودابيستا بعد أن حقق الفوز في أربعة من آخر خمس سباقات وتطلع لتحقيق فوز الثالث على التوالي والفوز الخامس في المجر ليتجاوز إنجاز الأسطول الألماري مايكل شماخار وكان روزنبيرغ حل في المركز الثاني خلف هاملتون في سباق جائزة بريتانيا الكبرى ثم تراجع على المركز الثالث بعد تلقيه تعليمات عبر إضاءة الفريق بانتهاك اللوائح البطولة تصدر لإسباني إيوان إزاجيري المرحلة العشرين قبل الأخيرة من دولة فرنسا الدولية للدرجات الهوائية الممتدة لمسافة 146 كيلو متر بين منطقة ميجيف وموريزين وقطع إيزاجيري بطل إسبانيا 2014 والفائز بأحدى مراحل توافق جيلو الإيطالي الشهير عام 2012 المسافة بزمن وقدره 4.6.45 جزءا من الثانية وتقدم بفارق 19 الثانية على الكولومبي خالي لينسون بانتانو الذي حل ثانيا وبفارق 42 الثانية على إيطالي في شينزو نيبالي صاحب المركز الثالث وبفارق 49 الثانية على الفلانسي جوليان أليبيب الذي حل الرابع في محتفظ البريطاني كريس فروم بصدرة الترتيب العام والقميس الأصفر مسجلا زمان قدره 86 ساعة و21 دقيقة وأربعين ثانية متقدما على الفلانسي رومان بردي ثاني الترتيب ترجمة نانسي قنقر